هو فعلا في خلاف بين المحمدين ولي العهد السعودي محمد بن سلمان ورئيس دولة الامارات العربية المتحدة محمد بن زايد معروف من زمان ان الاتنين دول بالزايد اقوى صديقين في الشرق الاوسط طب لو حصل خلاف ما بينهم ده هيكون ليه وايه سبب ان حبل الودين اتعمى بينهم صحيفة والستريت جورنال قالت ان بن سلمان مكلمش مع بن زايد من 6 شهور وهدت في لقاء غير رسمي ليه مع الصحفيين السعاديين انه هيفرض حصر على الامارات اشبه بالحصار اللي فرضته الدول الخليجية على قطر سنة 2017 وقال سيروم ما يمكنني فعله وبالرغم من ان مسؤول البلدين بينفوا دايما وجود اي خلاف ما بينهم وبيحاولوا يأكدوا على ان العلاقة اللي بتربطهم قوية الى ان الصحيفة نشرت كلام على لسام مصدر مقرب من القيادة السعودية بيؤكد فيه ان المشاكل والتنافس اللي بقى ما بينهم مؤخرا مش امر جديد ولا حاجة اهو قال ان العلاقة بين الدولتين الخليجيتين ما زالت مستقرة الى انها مش مريحة لان كل واحد منهم عنده طموح انه يكون هو اللاعب الاساسي في المنطقة قال بلدين لسه بيتعاونوا في اكتر من منطقة وملف حسب مسؤولين خليجيين لكن كل واحد فيهم مش مرتاح للتاني وخايف انه ياخد المكان اللي هو فيها واللي اكد لك ان العلاقات ما بين الدولتين مش احسن حاجة هو غياب السعودية عن قمة ابو ظبي اللي دعا فيها محمد بن زايد في 18 يناير 2023 وعلشان كده محمد زايد ردها لي وغاب عن حضر القمة العربية اللي اتعملت في جدة في 19 مايو 2023 ولو رجعت شوي بالزاقرة هتلاقي ان صحيفة واشنطن بوست نشرت في 2012 ان دولة الامارات اتجسست على المعارضين السعوديين في الخارج طبعا دولة الامارات ما نسيتش للسعودية عملته فكررت انها تختارك موبايل زوجة الصحف السعودي جمال خشقجي حنان العتر اللي كانت بتشتغل مضيفة في طيران الامارات وبعدها السلطات الاماراتية ابدت على العتر وحققت معها لايام كتير وكم محور التحقيق علاقتها بخشقجي وصدرت منها موبايلين ولابتوب وقت التحقيق ورجعوه لها بعد كم يوم من اطلاق صراحة لكن بعد ما زرعوا فيهم برنامج التجسس الاسرائيلي بغسوس ده غير طبعا ان ولي العهد السعودي نجح في نسجة علاقات مصمرة ومفيدة مع كافة الدول العربية والاجنبية ورجعت علاقات بلاده مع الغرب اللي سابق عهدها يعني تقدر تقول دلوقتي ان بن سلمان بقى في موقف اقوى وما بقاش محتاج لاي مساعدة من الامارات عشان يفتحوا الابواب الموسدة امامه بس بالرغم من ده كله الى ان مفيش حد مرجح ان ممكن يحصل حرب اعلامية او سياسية بين الامارات والسعودية زي الحرب اللي قادتها السعودية والامارات ومصر ضد قطر من كم سنة لان لو ضح حصل فمعناه ان ده هيكون نهاية مجلس التعاون الخليجي ده غير ان الولايات المتحدة مش هتسمح بيها لانهم حلفين اساسيين للولايات المتحدة في منطقة كانت عيشة على واقع صراعات وحروب مستمرة من عقود طويلة الصراعات وحلبة التنافس دي كانت اغلبها على زعامة الشرق الاوسط ولعب در القيادة في الاقليم لكن لو جنا حسبناها هتلاقي ان في حالة وجود تنافس بني السعودية والامارات على لعب در الزعامة في منطقة الشرق الاوسط هتلاقي ان الكفة في صلح السعودية اللي بتتمتع بامكانيات مالية واقتصادية اكبر ووضع جيو سياسي افضل تفتكروا بقى ان الخلافات والفرق اللي حصل بين محمد بن زايد ومحمد بن سلمان سبب ايه ايه هي الملفات والاضايا اللي سببت التفريق غير المعلنة بينهم تفتكروا تكون الحرب المجمدة مؤقتا في اليمن ولا الحرب المستهرة في السودان ولا التنافس على الاستكتاب والاستثمارات واكبر الشركات الدولية ولا العلاقات مع ايران ولا يمكن كلهم ده اللي هنعرفوا الايام اللي جاية موسيقى موسيقى موسيقى